أضيفت معي هنا للحديث حول امتحان شهادة الباكالوريا الذي لم تعد تفصيلنا عنه إلا أيام قليلة أستضيف أحد دوابغ الجزائر وهو المتحصل على المركز الأول في شهادة الباكالوريا لسنة 2020 عبدالصامة صديق أهلاً وسهلاً صباح الخير صباح النور شكراً على الاستيداة وشكراً كذلك على تلبية الدعوة نحن عارفين اليوم جمعة والإنسان يحب يرتاحه لكن ربما جبناك في هذه الساعة الصباحية هذا واجب أشكرك جزيل أشكر عبدالصامة عبدالصامة بداية نحكينا على تجربتك مع الباكالوريا كيف كان تحذيرك ونحن عارفين عنده باقي أيام قليلة لهذا الامتحان المصيري بالنسبة لامتحان شهادة الباكالوريا هو امتحان امتحان هام ومحطة هامة في حياة الإنسان بصفة أمة وحياة الطالب امتحان شهادة الباكالوريا كان تجربة لا تنسى بالنسبة لأنا شخصيا خلال الشهر الأخير خلال الشهر الأخير من سنة الباكالوريا لما اختار بالامتحان في الفترة هذه إذا قدنا قبل سنة ونصف أو سنتين كنت وضعت نقاط وسترت أهداف يجب أن تحقق خلال هذا الشهر نعم ربما الهدف الأول الذي كان يجب أن يحقق خلال الشهر الأخير من الذي كان يفصلنا عن انتهان شهادة الباكالوريا هو مراجعة مثلا كل الدروس يجب الطالب في الفترة هذه يعني تعمل عليها نظرة عامة نعم كل الدروس اللي قراها لازم يمر عليها ولو مرة واحدة حتى يتذكر ما قد ناسا حتى يتألمواش هذا من ناحية العملية كذلك من ناحية نفسية طالب الفترة هذه يركز فقط على المراجعة ما يهتمش بالنتائج اللي يجي مبعث صحيح لأنه هذي كراهي فوق الطاقة التائه هو مطالب فقط بالتحضير يركز طالب الفترة هذه على التحضير على المراجعة وينسى الامتحان حتى يجي إن شاء الله حتى يقرب الامتحان طيب عبد سامد خلينا نسألك أنت لما كنت تتحضر وتلاجع وتجهز في نفسك لهذا الامتحان هل كنت تتوقع أنه تحصل على المركز الأول وطنيا؟ هو صعيب في الحقيقة بها تتوقع هذا التوقع نعم لأنه المنافسة ستكون قوية بين كل الطرابة في الجزائر أكثر من نصف مليون طالب لكي تتوقع أنك ستكون في المرسيب الأولى صح كم كان المعدل عبد سامد؟ معدل كانت 19.20 19.20 جميل جدا نتمنى لك دوام النجاح وتألق في مشوارك الدراسي أنت في أي شعبة بتحديد الآن؟ يعني الإعلام الآلي الإعلام الآلي وما زلت تحافظ على نفس المعدلات؟ نعم الحمد لله جميل جدا نتمنى لك كل توفيق طيب أثناء فترة تحذيرك للبكالورية وش هي أكثر حاجة كانت مخوفاتك من الامتحان؟ ربما أكثر الأشياء التي تخوف الطالب من الامتحان هو التوتر أول يوم من الامتحان هذا كان هاجس خاصة أن نسمع عن الطلبة التي كانوا قبلنا أن التوتر كان سبب تراجع في نتائجهم يجيهم محلهم يخدمون ليه لهذه كنت دائما نحاول أن نتجاوز أثبت التوتر نعم التوتر والخوف من الامتحان الحمد لله يعني تطعنا تجاوز الحمد لله إن شاء الله دوام التألق كما قلت لك طيب اللي محظرين ومراجعين وحافظين إن شاء الله رب يعاونهم إن شاء الله رب ينجحهم اللي مش محظر نفسه للامتحان وإحنا عارفين أنه بقي ربما أقل من أسبوعين لهذا الامتحان المصيري هل فيه مجال أو فرصة لتدارك ما يمكن تداركه قبل الامتحان في عقل من أسبوعين؟ فيه فرصة يعني أحتوان لم تكن كبيرة لكن فيه فرصة الطالب اللي مثلا ما محضرش مليح ما قاريش دروس مليح يحاول في الفترة هذه أنه يركز بركة الأساسية تتعى الدروس يشوف الملخصات فقط يأخذ الأناوين الأساسية يحل بعض امتحانات البكالورية ويشوف الأسئلة اللي تكرر المواضيع اللي استرح بكثرة بدون الدخول في التفاصيل إذا الطالب تبع ربما الخطة هذه فهو رايح يقدر يحقق حتى إذا لم يحقق نتائج جيدة جداً لكن يقدر يحقق ويقدر يتحصل على الشهادة نعم جميل جداً طيب هل تنصح بالتركيز على مواد دون مواد أخرى أم أعطلها كلها نفس الأهمية؟ كين مواد مثلاً المواد الأساسية الخاصة بالشابة هذه أكيد سيكون قسط المراجعة التاحة أكبر من المواد الثانوية لكن يحاول طالب أنه يخلق توازن بين كل مواد كل مادة التي تتطلب من وقت كل مادة التي تتطلب من جهة لأن المعدة الامتحان تحدده كل مواد صح مش مادة على حيث المادة طيب أنت تركيزك كان على ماذا بالتحديد؟ أنا كنت شابة تقنية رياضية يعني ركزت على مادة تكنولوجيا مادة رياضية تقنية رياضية حندسة وطلائق أو حندسة كهربائية حندسة كهربائية المواد الأساسية اللي كان ساعدنا تكنولوجيا رياضية فيزياء هذه كانت تطلب جهة كبير لأنه برنامج تحطباً سيكون مكثف صحيح كانت تطلب وقت كبير للمراجعة جهة كبير للمراجعة بالنسبة للمواد الثانوية كذلك كنت نخصص لها الوقت كل مادة وحسب ما تتطلب كعين مواد لبما سكون أسهل من المواد مواد البرنامج التي تحتاجها أخف من مواد صحرة لهذا الطالب يحاول أنه يعمل توازن يعني توازن للمواد ويعرف كيف هي ينظم وقتها وكل مادة وش حال تحتاج ما ديعش وقت يعني مع مادة على حساب مادة صحيح طيب عبدالصند في ظاهرة الآن منتشرة بكثرة مش عارف إذا إيجابية أو سلبية أنت تعرف ربما أكثر مني ظاهرة الدروس الخصوصية وتوجه عند الأساتذة لتلقي دروس الدعم هل في مشوارك الدراسة تلقيت هذا الدروس؟ نعم في بعض سنوات مشكلها عام البكالورية تلقي الدروس الخصوصية لكن الدروس الخصوصية تبقى دائماً عبارة عن ربما عامل مساعد فقط والنجاح والتفوق يخلقه الطالب بنفسه يحضر نفسه مليح الدروس الخصوصية تساعدها فقط وتوجهها الأستاذ كذلك راح يساعده يعطيه تمارين جديدة يعلمه أمور جديدة لكن يبقى الطالب هو اللي يخلق التفوق تاه بنفسه يعني مش بالعوامة الخارجية بإرادته الداخلية هكذا عاد صامد تريد أن تقول طيب عبد الصامد قبل فترة الامتحانات وهذا الأمر حتى أنا عشته وعشوه كثير من الطلبة يدخل في حالة توتر وضغط نفسي وربما حتى تعاملاتهم متقل كيف يمكن الطالب أن يتجاوز هذه المرحلة؟ كيف يديرها يعني؟ بالنسبة للتوتر والخوف والامتحان هذا أمر لازم صح ضروري عن جميع الطلبة وعن جميع الناس ومهما كان الامتحان لكن شهدات البكالورية عندها هيبة خاصة في المجتمع لأنه هو اللي راح يحدد حياة الطالب من بعد خاصة بعد ما يقتر التخصص في الجامعة نعم كذلك يكون خايف ما يحققش المؤدل اللي باغيه يكون تحت توتر الأهل المجتمع الجماعيين تضغر شهر راح يجيب لهذا من الأفضل التلميذ يخلص نفسه من هذا الضغط كذلك المجتمع والأسرة ما لازمشي الضغط على الطالب صحيح يخلوه يقرأ بكل أرياحية يخلصوه من الضغط هذاك لأنه الضغط راح يؤثر سلبياً ويحققش نتائج عكس الدراسة في جو هذا يعني جو مريح كذلك الطالب كما قلت لازم ينسى الامتحان نهائياً يركز فقط على المراجعة حالياً ويركز على النتائج لتأتيباد الامتحان وإنما يركز في الفترة هذه بالضبط على المراجعة التاح فقط طيب عبدالصامد بالنسبة لل فيه أمور خارجية تضغط على الطالب أحياناً وفيه مشتتات وفيه بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وأفلام وتلفاز هل ترى أنه من العادة أن الإنسان يبقى في تواصل مع الغير قبل الامتحان أم خلاص يقطع كل العلاقات ويركز فقط مع الدراسة؟ بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التلميذ يجب أن يعرف كيف يستثمر وقته فيها لا يجب أن يضيع مع هالوقت ويجعل الأمور الأساسية تفوته هذا الأمر الآخر لا يجب أن يقطع العلاقات مع الناس صحيح يعني ما يدنكش الغاشي كامل ويقطع الغاشي كامل؟ لا عادي حتى عند أصحابه يفوتوا البكالوري عندها أساتي ذا يتواصل معهم يعني يخلي العلاقات هذه ذو من كاينة وما ينأزلش أن الناس نعزل تم لأنه هذا ما هوش راح يكون في صالح حتى منصات التواصل الاجتماعي عادي عبدالصمك مش مشكلة يعني نعم عادي فقط يعرف كيفاه ينظم وقتها لا يجب أن يضيع على وقتها ما يعطيش الأولوية للغير الدراسة طيب نبقى دائما نتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي نتحدث عن اليوتيوب مثلا فيه الآن دروس على اليوتيوب فيه دروس على الفيسبوك في أساتي ذا ربما عندهم ملايين المتابعين في الجزائر هل تنصح بمتابعتها الدروس عبدالصمت؟ نعم أنا شخصيا أنصح بمتابعتها خاصة الأساتي ذا المعروفين اللي عندهم خبرة في الميدان واللي يقدموا محتوى قيم أنصح طلبة بمتابعتهم في هذا الشهر ويعني أغلب الأساتي ذا يكونوا ناشيطين في الفترة هذه يقدموا مراجآت دورية يقدموا مراجآت شاملة تلميذ أنصح تلميذ بمتابعة هذه المراجآت طيب عبدالصمت خلينا ناخذ استشراف للامتحان اللي راه جاي في هذه السنة 2022 خلينا نسألك عن دروس اللي تشوف أنها ممكن أنه تكون في المواضيع الرياضيات ربما واش تنصح طلبة أنه يراجعوا بالتحديد؟ على ماذا يركزوا بالتحديد؟ نعم هو عادة امتحانات شهادة الباكالوريا يكون فيها خلال تجربتي وخلال محلية يعني امتحانة من 2020 إلى 2021 طلت عليها جميعها تركز بكثرة على دروس الفصل الأول من 2008 حتى 2021 يعني امتحان سنة الماضية نعم كذلك طلت عليه يركزوا بزاف على دروس الفصل الأول والثاني دروس الفصل الثالث تريد لكن لا يكون لديها حجم كبير في الامتحان نعم السنة هذه بما أنه يعني أغلب المؤسسات لم يكملوش البرامج الله حسبوش أنها نصريح يعني غالب الظلمة هم شاحين في الامتحان يعني لنتريد دروس هذه اللي لم يحقوا لهش طلبة نعمنا كذلك توقفنا بسبب كورونا نعم والامتحانات ما خرجتش ألا كانت نعمة كورونا شوية عب صمت كانت نعمة شوية كانت نعمة نحيا أنها خلات ناوكس كبيرة صحيح صحيح طيب عبد سامد وش تتوقع عن الدروس؟ مثلا الرياضيات دائما كائن تمارين حول الدوال تمارين حول الاحتمالات لأن هذه دروس الفصل الأول نعم علم الفيزيائية مثلا نفس الشي دروس الفصل الأول ميكانيك متابعة الزمنية لتحولة الكيميائية هذه هي الدروس اللي تاريد ويكون عليها حجم كبير في النقاط تركيز نعم كل دروس الفصل الأول والثاني طالب خصائه يركز عليها خصائه يرجح منيها دروس الفصل الثالث الله أعلم لكن غالب الظن أنها لا تاريد لها يعني عامنا نفس السيناريو واقع والدروس لم تخرج عن آخر نسل حدنا الثانوي من 2008 حتى 2021 كان هذا هو السيناريو العام يعني نعم طيب بالنسبة للهندسة الكهربائية وهي في شعب التقنرياضي كم بزاف الناس تشوفها سهلة يقول لك ربما أسهل من العلوم الطبيعة والحياة ربما هي ما هيش أسهل من العلوم الطبيعة والحياة لكن الهندسة الكهربائية مثلا علم دقيق عندك قانون مثلا عندك نتيجة مضبوطة تكون مشتركة بين جميع تكون مشتركة عند الجميع يعني صح النتيجة يا إما صحيحة يا إما خاطئة ما كانش بين وبين لكن العلوم الطبيعية هي مادة تتطلب نوع منهجية محددة صحيح تتطلب نوع تحليل تفسير استنتاج هذا أمر نسبي يعني يختلف من طالب الطالب من أستاذ الأستاذ كل واحد كيف هيشوه هذا هو الشيء ربما يخلي مادة الهندسة الكهربائية الطلبة يفضلها أكثر على مادة علوم الطبيعة والحياة جميل طيب عبدالصابد بالنسبة للمواد الأدبية اللي أدرسوها أنتم فلسفة وعلوم شرعية وأدب عربي وفرنسية وإنجليزية هكذا تاريخ وجغرافية وتاريخ وجغرافية كيليشتون لما يشوف العلم يقول لك هذا العلم يعني أو حابس في الفلسفة وبين قوسين يعني ومعت إلهاش أهمية كبيرة لأنه معاملها غير مهم ولا يلعب دور كبير في معدل الباكالوريا كيف تعاملت مع هذا المواد في فترة تحذيرك عبدالصام المواد هذه كنت نخصص لها كذلك وقتها اللازم من المراجعات كي المواد تستهلك وقت أكثر من مواد مثلا المواد الفلسفة التاريخ وجغرافيا هذه ربما تستهلك وقت أكثر من اللغات للبرنامج سيكون خفيف وما يحتاج وقت كبير الطالب ملازماش يهملها خاصة يقرأ يعني كل البرنامج النجاح تصنعه كل مواد كما قلنا كان أمثلة بزافة على طالبة تحصلوا على معدلات ممتازة صحيح ربما تحصلش على علامات كاملة في المواد الأساسية لكن المواد الثانوية هي اللي صنعت تمييزهم ونجاح نعم طيب عبد سامد أنت وش كانت أهل نقطة عندك في أي مادة و أضعف نقطة في أي مادة من شما تفكر مليح لكن أظن أني جبت عشرين عشرين هي أهل نقطة في الرياضيات رياضيات فيزياء أظن وتكنولوجيا والنقطة الأقل النقطة الأقل أظن ستة عشر في أي مادة بالتحديد لغة إنجليزية إذا ما شاء لغة إنجليزية طيب عبد سامد بالنسبة للرياضة كيف تعاملت معها؟ فيه ناس تشوفها اختيارية يقول لك أنا ما نعملش رياضة وفيه ناس تقول لك لا مليح الدعم المعدل بالنسبة للرياضة ما كانت متيحان خاص بهذه المادة وإنما معدل الفصول راح يكون هو نقطة متيحان شهادة البكالوريا نعم بالنسبة للمادة التربية البدنية و الرياضية أنا شخصيا يعني مارستها خلال السنة كاملة وتبقى قضية تضعف المعدل أو تحسن المعدل هذه كأمور يعني خاصة بكل طالب مثلاً لي يكون يتحصل على معدلات 13-14 راح يدعمه يعني راح يدعمه إذا كانت 18 أو 19 لكن ربما الطالب اللي يكون يتحصل على المعدلات أعلى من النقطة اللي يجبها في مادة الرياضة خاصة إذا لم يكن يمارس هذا المادة لم يكن يمارس الرياضة صحيح راح يريح حتى ترجع له المعدلات يعني راح تخسر له المعدل ايه وهذا يبقى يعني طيب عبد سمد لو نقول لك أعطيني نصيحة مهمة قبل هذا الامتحان وش هي كلمتك للطالب المقبلين على هذا الامتحان المصيري؟ كلمتي للطالب المقبلين على امتحان المصيري في الفترة هذه هي أنهم يركزوا فقط على دروسهم يركزوا على المراجعة يحاولوا يراجعوا كل الدروس اللي يشافوها ولو يمروا عليها مرة واحدة كذلك نصيحة أخرى هي المحاولة ولا محاولة التخلص من الضغط من القلق من الخوف لأنه فعلا فعلا يؤثر بشكل سلبي كبير على مرضوض الطالب نعم طيب باش ما يزحفوش علينا طلب الأحرار ربما اللي يشاهدوا فينا الآن هل عندك كلمة لهم؟ بالنسبة للأحرار كذلك نصحهم أنهم يجتهدوا وأنهم يواظبوا أنهم يسعوا إلى آخر يوم وما يتسمعوش يعني ذلك كلام اللي يذكر سنوين الأحرار مظلومين الأحرار كذا لأنه لم يشهد أحد على ذلك كل سنة يتكرر السيناريو النتاعي أنهم يقرأوا ويجتهدوا جميل وكان أدلة كبيرة كان أحرار بزراب تحصلوا على مؤدلات ممتازمة مثلا في 2016 أولا في الجزائر كانت أحرار لهذا النتاعي أنهم يقرأوا وما يسمعوش أنا بالمناسبة على تصمت بكادوريا ترى كانت أحرار ولكن أذكر جيدا أنه اليوتيوب كان فارغ بالدروس فما كانش عندنا ربما مصادر الإطلاع من غير الكتب اللي كانت متاحة هذاك الوقت فأنتمنى التوفيق للجميع عبد سامد أنت كذلك نتمنى لك التوفيق في مشوارك في التعليم العالي شيء آخر ما بعد البكالوريا عبد سامد الناجحين تنصحهم أنه يروحوا للرغابات اللي تخضع المعدلاتهم أم اللي تخضع العواطفهم أنا وجهة نظري الشخصية هي أن الطالب يختار الشيء اللي يبغيه واللي يقدر يبدع فيه لأنه كثير من الطلبة حتى يتحصلوا على معدلات عالية ويدخلوا تخصصات ربما بعيدة عليهم أو ما عندهم شمو يوليها خلال ربما السنة الأولى رايحين يتوقفوا خلال شهر الأول أو الثاني بعدما يكتشفوا التخصص غسرات هذه عبد تصابت كثيراً ايه غسرات بزاف وثلاث سنوياً لما يكتشفوا التخصص اللي يقرأواه اللي داروه اتباعاً للمعدلهم ومش لرغباتهم يتوقفوا عن دراسة والعمل اللي وراه ربما كان اللي يعود الباك ويدير تخصص آخر ويرجع للضغبة التالة احنا نشوفوا الأولياء ربما عندهم تأثير وذقت على الأولاد قل لك أنا أوليدي حاب نشوفه طبيب وهو ممكن حتى قرأ فلسفة أو قرأ شعبة أخرى تقول لك أنا ابني حاب نشوفه طيار وهو رغبته غير ربما في مادة في العلوم الإنسانية كلمة للأولياء عد صند وهل أنت ربما في تجربتك الشخصية هل الأولياء فرضوا عليك هذا التخصص أما اخترته برغبتك بالنسبة للأولياء أمر جيد أنهم يوجهوا الإبن التاعهم خاصة إذا كانوا مثلا عندهم الطلاع أو يعرفوا الأمور هذه أمر جيد أنهم يوجهوه ما يخلوه شو واحدة يختار لكن في نفس الوقت ما يفرضوش عليه تخصص دون تخصص فإنما يخله يتبع الرغبة التاعه ويصوبوه إذا كان صحيحة إذا كانت ربما كان عندها أخطاء أو نحو ذلك حاولوا أنهم يوجهوه دون ضغط أنا شخصيا صاريت تخصص هذا لم يفرض عليه أحد طيب عبد صند بالنسبة للدراسة في الخارج هل كانت ذا من أهدافك؟ ربما قبل باكالوريا لم تكن إطلاقا عني هذه الفكرة فراسي لكن ربما بعد الباكالوريا تغيرت الأمور إن شاء الله لما الطالب يكون فمرحلة انتقادية صعبة عبد صند لما الإنسان من الثانوية يذهب إلى الجامعة ويبتعد عن المنزل صحيحة مرحلة صعبة لما الطالب يكبره يكتشف أمور مكانش أرفاق بالباكالوريا يدخل الجامعة والأهداف والمشوار يتحدد سنة بعد سنة فالمعطيات تتغير كذلك بالضبط المعطيات تتغير عبد صامد أنا أتمنى كنت أتمنى أن هذا اللقاء يطول ونأخذ وقتنا في الكلام لأن تجربتك مهمة خاصة للطلبة المقبلين على هذا الابتحان المصيري اللي بقي له ربما أسبوعين هكذا عبد صامد عبد صامد أترك لك كلمة أخيرة للطلبة وبعدين إهداء ربما للوالدين أو الأساتذة اللي كانوا مشرفين عليك كلمة أخيرة للطلبة أنصحهم الفترة هذه لإجتهاد الأمل بالمثابرة الصبر يعني مبقيش فترة كبيرة إن شاء الله وكل شي يفوت بالتوفيق للجميع بالتوفيق لكل المرشحين سواء حتى الانتحان شهادة التعليم المتوسط اللي راه قريب إهداء يعني عليش العائلة والوالدين اللي يشوف نعم شفروا متنين لكل أفراد العائلة لكل أساتذة اللي علمونا اللي قرارونا وخلونا يعني نلحقوا للمكانها جميل جداً عبد صامد أنا من كل قلبي أتمنى لك كل التوفيق أتمنى لك المزيد من الإزدهار المزيد من النجاح والإنجازات في مشوارك الدراسي وسعداء جداً باستضافتك هنا معنا وأتمنى ألا تكون آخر مرة أكيد شكراً لنا العفو إذن مشاهدية أفاضل هذا الموعد الإخوة